بعد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بمناسبة فوز المتسابقان مهن أحمد السيسي المعينين بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا والمتسابق محمد سمير الجاهد بالمركز الثاني في فرع التلاوة وذلك في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم والتي اختتمت مؤخرا بالعاصمة الكويتية وأعرب جدالة الملك المفدى في برقيته عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى الإنجازات الحافلة التي حققها أبناء مملكة البحين في المسابقات القرآنية المختلفة مشيدا جدالته بجهود المتسابقان وما قام به من عمل دؤوب ومشرف استحق عليه هذا الإنجاز الذي من شأنه أن يرفع اسم البحرين عاليا متمنيا جدالته للمتسابقين كل التوفيق والنجاح واستمرارهم في التفوق والإبداع ونوه جدالته بالجهود الطيبة التي يبذلها مع الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف واهتمامه ودعمه المستمر لجميع البرامج والأنشطة والفعالية المتعلقة بخدمة القرآن الكريم والارتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب وتوفير البيئة اللازمة للإبداع والأجواء المحقة للإنجاز لهم وحرصه على استمرارهم في النجاح الذي ينعكس إجابا على النشأ والشباب متمنيا جدالته للجميع كل التوفيق والسداد